بعد فشلها في إنهاء الحرب الدائرة في اليمن وعدم قدرتها على إحراز أي تقدم في المسار السياسي عادت الأمم المتحدة من جديد ولكن هذه المرة من بوابة اليمن الإنسانية فمدينة جنيف السويسرية احتضنت المؤتمر الدولي لتمويل خطة الإسجابة الإنسانية بعد دعوة أطلقتها الأمم المتحدة لإنقاذ اليمنيين مما أسمته فخ المجاعة ليس هذا هو مؤتمر المساعدات الأول الخاص باليمن ففي أواخر 2006 نظمت دول الخليج مؤتمر لندن لتأهيل الاقتصاد اليمني وجعله مواكباً لاقتصاد الخليج بينما عقد مؤتمر المانحين بنيويورك في 2010 للمساهمة في عادة إعمار صعدة وخرج مؤتمر الرياض في 2012 بتوصية تدعم سد الفجوة التمويلية في حكومة الوفاق بأكثر من 6 مليارات دولار مؤتمر جنيف الأخير انتهى بتعهد المانحين تقديم مليار ومئة مليون دولار وبإضاح الأمم المتحدة على لسان أمينها العام فإن هذه المبالغ تغطي أكثر من نصف المبلغ المطلوب لسد احتياجات الإغاثة بينما أكدت الحكومة اليمنية وفق تصريح بن دغر أن هذه المساعدات الإنسانية ستصل إلى مستحقها وتحت إشراف الأمم المتحدة الوطن النمسات بدأت هنا وتنتهي بانتهاء هذه الأسباب وأن نستدعى أسباب أخرى للحرب في اليمن هي غمطة للحقيقة وخداعا للنفس ذهبت كل مؤتمرات المانحين مع ريح الأزمات اليمنية المتتالية ويشكك يمنيون في أن تذهب مساعدات مؤتمر جنيف لغير محتاجها فيما يرى محللون أن مؤتمر جنيف لن يشكل فارقا كبيرا ما لم تتوقف الحرب ذاتها